أيها الإخوة الكرام شهر رمضان شهر القرب من الله شهر العبادات، شهر التسامح شهر القرآن، شهر الإنفاق والحديث اليوم عن الإنفاق وفي القرآن الكريم ما يزيد عن خمسين آية في الإنفاق الآية الأولى قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أحد أكبر خصائص المؤمن الإنفاق والإنفاق هنا عام آتاك الله علما تنفق منه آتاك مالا تنفق منه آتاك جاها تنفق منه آتاك خبرة ومما رزقناهم ينفقون لأن المؤمن جاء الله بالإنسان إلى الدنيا ليدفع ثمن الآخرة وثمن الآخرة هو العمل الصالح والعمل الصالح ثمن الجنة لذلك حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا وفي مقدمة الأعمال الصالحة إنفاق المال في سبيل الله فالمؤمن يعطي أساس حياته العطاء وغير المؤمن أساس حياته الأغز المؤمن أساس حياته أنه يسعى لجنة عرضها السماوات والأرض وغير المؤمن أساس حياته يسعى لدنيا عريضة أيها الإخوة ومما رزقناهم ينفقون أحد أكبر خصائص المؤمن يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الناحية العقدية يؤمنون بالغيب والناحية الجمالية ويقيمون الصلاة والناحية العملية ومما رزقناهم ينفقون ثلاث خصائص كبرى للمؤمن أيها الإخوة المؤمن حينما لا يجد ما ينفق قال تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقوا ومن علامة المؤمن أنه يتمنى أن ينفق فإن لم يتح له أن ينفق كان ألمه شديدا هذه علامة إيجابية من علامات المؤمن والإنفاق أحد أكبر الوسائل إلى باب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة من الوسائل التي تقربك إلى الله عز وجل إنفاق المال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يتخذ ما ينفق قربات عند الله إن أردت وسيلة فعالة للقرب من الله إنها الإنفاق أيها الإخوة لكن الإنفاق بالمعنى الواسع أي عمل أي موقف أي كلمة أي عطاء أي منع أي غضب أي رضا أي ذهاب أي إياب إذا كان في سبيل الله فهو من العمل الصالح والآن الآية سوف توسع مفهوم الإنفاق إلى درج غير معقولة ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات كل حركاته وسكناته إن جلس مع أهله هو في عبادة إن أكرم أولاده الصغار هو في عبادة إن لعبهم في البيت هو في عبادة إن أخذهم إلى نزهة فهو في عبادة إذا اشترى ثياباً تليق بمكانته فهو عبادة هذه الآية توسع معنى العمل الصالح أنت حينما تحاول أن تتقرب إلى الله بوسائل لا تعد ولا تحصى قال عنها الإمام ابن القيم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق أيها الإخوة شاب صغير معه خمس ليرات ما قولكم أن الله أشار إلى هذه الحالة قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون رب درهم سبق ألف درهم وفي رواية رب درهم سبق مئة ألف درهم إنسان ماله عشرة آلاف أنفق منها خمسة آلاف أنفق نصف ماله إنسان معه ملايين مملينة أنفق مليون لم ننفق نصف ماله رب درهم سبق ألف درهم رب درهم سبق مئة ألف درهم أحياناً تقتضي الحكمة أن تنفق جهراً إذا كان الإنفاق لا يتعلق بإنسان بمشروع بميتة بجمعية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما إذا كان الإنفاق لإنسان ينبغي ألا تذكر اسمه هذا هو أدب الإسلام قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية في موطن يقتضي أن تعلن إنفاقك أنا أذكر أنني لسنوات عدة كنت أدعى لإلقاء كلمة لجمع التبرعات لصالح ميتم كبير في دمشق بعد كلمتي وبعد المنافسة في الدفع المبلغ كان يصل إلى بضعة ملايين في مرة ارتأى الإداريون أن يكون الدفع سراً بمقاقة ستمائة ألف العشر لما كان الإنفاق معلناً صار فيه تنافس صار فيه غيرة في العمل الصالح لما كان كتابة رقم على دفتة العشر لذلك إذا كان المشروع مشروعاً خيرياً فذكر الإنفاق له إيجابية كبيرة وإذا كان الموضوع متعلق بأسرة معينة ينبغي أن لا تذكر إطلاقاً أيها الإخوة والله عز وجل يقول قل لعباده وهذا أكبر شرف لنا أن الله نسبنا إليه قل لعباده وعباد جمع عبد هو عبد الشكر العبد الذي عرفه والعبد الذي أطاعه والعبد الذي تقرب إليه قل لعباده الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أخواننا الكرام ما دام القلب ينبغ الأعمال الصالحة متاحة التكفير متاح أن تكفر عن ذنب سابق بصدقة التوبة متاحة كل شيء متاح لك أيها المؤمن ما دام في العمر بقية فإذا جاء الأجل ختم العمل آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل فرعون قال الآن وقد عصيت من قبل لذلك البطولة أن تنفق قبل فوات الأوان أن تتب إلى الله قبل فوات الأوان أن تصطلح مع الله قبل فوات الأوان يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً وينفق مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلال أيها الإخوة يقول الله عز وجل ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون أتصور أن الله سبحانه وتعالى ما جعل زيداً غنياً إلا ليتقرب إلى الله بإنفاق المال وكأن العبادة الأولى للغني إنفاق المال وما جعل القوي قوياً إلا ليتقرب بقوته إلى الله فبجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً ويقر معروفاً ويزيل منكراً وما جعل العالم عالماً إلا ليتقرب بعلمه إلى الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وما جعل الإمرأة امرأة إلا لتعبد الله فيما أقامها اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبع للمرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله هذه عبادة تسمى عبادة الهوية أنت من؟ أنت غني العبادة الأولى إنفاق المال أنت قوي العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم أنت عالم العبادة الأولى أن تبلغ رسالات الله وأن لا تخشى في الله لوم تلائم أنت امرأة العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد أيها الإخوة الكرام الإنسان هلوع معنى هلوع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يمسك لكن الله عز وجل يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا عبدي أنفق أنفق عليك أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا مرة أخ كريم معه ابن صغير أراد أن يدربه على الإنفاق أعطاه مئة ليرة وقال ادفعها لهذا الفقير يا بني والله عز وجل يكافئك على هذه الصدقة بعشرة أمثالها طفل صغير أعطى المئة ليرة لهذا الفقير قاله الألف المال مالي يا أبنية لو أنك أنفقتها من مالك قال له ما أقتل المئة بألف سبحانك يا رب ماشي بالطريق اتقى بصديق له فأمسك ابنه وحمله وقبله وعطاه ألف ليرة وكأن الله أراد أن يربي هذا الصغير المئة بألف والله عندي قصص لا تعد ولا تحصى حول أن الله سبحانه وتعالى يشجعنا إذا أنفقنا ما يعطينا أضعافاً مضاعفاً أيها الإخوة انفاق الناس على الدنيا تأتي عليهم ساعة يتحسرون على ما أنفقوا من أجل الدنيا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقولوا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون لكن الميزان الدقيق قال وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدْتَرَ عَلَى عَيَالِهِ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا المبذِّر من إخوان الشياطين والتبذير في المعاصي والإسراف في المباحات أنت حينما تُسْرِف في المباحات أنت مُسْرِف الله عز وجل قال وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا في كل شيء كن معتدلاً وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا باعتدال الحل الوسط فضيلة بين طرفين الآن أول نقطة إذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين إذا قال الله رب العالمين إذا قال الله من بيده خزائن كل شيء إذا قال الله عز وجل وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ خَمْسَ قُرُوش ليرة سورية واحدة من شيء المن تفيد استغراق جزئيات النوع وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ لذلك أَنْفِقْ بِلَالُهُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَارَ عَبْدِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ أعتقد هذه الآية تكفي وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ لكن هناك موقف ذمه القرآن الكريم ذماً شديداً يا أخي فلان فقير أعطه من مالك الله كافي العباد نحن مالنا علاقة لا تعترض على قضاء الله قدره هذا كلام في كذب وهذا كلام في بعد عن الله عز وجل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هو فقير والله قادر أن يغنيه عن غير طريقك لكنك عرضك لعمل صالح ترفضه أيها الأخوة هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فَمِنْ كُمْ مَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَالَكُمْ هَأَنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ قبل يومين كنت في اجتماع لمنظمة القدس الدولية وأنا عضو فيها جاءنا خبر مؤلم جداً أن عشرات المئات من البيوت المحيطة بالمسجد الأقصى دفع لأصحابها في المتر الواحد مليون دولار ليبيعوها لليهود فأبوا خوفاً من الله عز وجل هي الآن قد هدمت وأصبح أهلها في العراء والله بذل بذل لهؤلاء الذين وقفوا موقفاً إسلامياً رائعاً لا يعلمه إلا الله أخواننا الكرام حينما تعيش هموم الأمة تكون كبيراً عند الله أما حينما تعيش همومك الشخصية تكون صغيراً أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً أحد البيوت مساحته مئة وسبعة وثلاثين متر مربع دفع فيه مئة وسبعة وثلاثين مليون دولار رفض يبيعوه ثم هدئ من البيت وأصبح صاحبه في العراء ألا يحتاج هذا إلى مساعدة؟ أيها الإخوة الكرام الله عز وجل يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الله عز وجل جعل هذا المال بيدك يدك عليه يد الأمانة ليست يد الملكية أنت مستخلف في هذا المال والله عز وجل سينظر ماذا تفعل أتنفقه في حل مشكلات المسلمين؟ أتنفقه في التخفيف من متاعبهم؟ أم تنفقه على ملذاتك المحرمة؟ هذا الامتحان فالمال امتحان هل المال نعمة؟ الجواب لا هل هو نقمة؟ الجواب لا ما المال إذن؟ قال المال موقوف على طريقة إنفاقه فإن جمعته من حلال وأنفقته في حلال كان أكبر نعمة لأنه أوصلك إلى الله أما إذا جمعته من حرام وأنفقته في حرام كان هذا المال نقمة وأية نقمة والله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في الأوقات العصيبة، الأنفاق له أجر كبير جداً في الأوقات الرخية، الأنفاق له أجر أما أجره الكبير في الأوقات العصيبة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة، كيف بالإنسان في مرض خبيث؟ الورم الخبيث، هذا مرض عضان، مرض قاتل، مرض ينهي الحياة صدق ولا أبالغ، هناك مرض يصيب النفس ليس أقل وبالاً على الإنسان من الورم الخبيث إنه الشح، قال تعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الفلاح والنجاح أنتوق من مرض خطير إنه مرض الشح، وهل تصدق أن الله عز وجل يدعوك لتقرضه وهو رب العالمين، يدعوك لتعاون مخلوقاً من مخلوقاته وهذا عند الله قرض لله، قال تعالى إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، لينفق ذو ساعة من ساعته يقول لك كم صدقة الفطر؟ يكون معه ملايين، يقول له مئة ليرة، ممتاز عنده ثمين أشخاص، ثمان مئة، هذه المئة ملكة هذه المئة للفقير، يجب أن تنفق بقدر وسعك لينفق ذو ساعة من ساعته أيها الأخوة، المكافأة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي مثل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أيها الأخوة، إذا أعطى أدهش وإذا حاسب أدهش ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير هذه كلها آيات تحثنا على الإنفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتوا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه هل تصدقون؟ إنسان يدفع زكاة ماله من بضعته واحد بائع أحذية، يعطيك حزاء، كل واحده نمره هذا لا تباع معه، حطه على زكاة عنده ثياب لا تباع إطلاقاً، دفع زكاة هذا الآية دقيقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتوا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد أول آية وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ الآية الثانية وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ لا تحتاج مع الله إلى إيصال أي شيء تنفقه، يعلمه، وسيخلفه عليك والله لو لم يكن في هذا الخطاب إلا هاتان الآيتان لكفايتان ما أنفقت من خير فهو يخلفه وما أنفقت من شيء فهو يعلمه يعلم ويخلف، تها الأمر من هذا الذي ينبغي أن تعطيه مال الزكاة؟ قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافة ابحث عن هذا الذي يلح عليك يسقل عليك، يقص عليك بالكلام ابحث عن إنسان يخجل أن يسألك ابحث عن إنسان مظهره مقبول تظنه غنياً وهو فقير هذا الذي يستحق الزكاة والصدقة لا يسألك ماذا يبنى على هذا الحكم؟ أن تبحث عنه أنت الذي يستحق الزكاة يحسبه الجاهل غنياً من التعفف ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه؟ حيال هذه الآية هو لا يسألك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من هو المحروم؟ لا يسأل فيحرم لا يسأل، يخجل عنده عزة، عنده كرامة أنيق بثيابه، فقير لك أنه أنيق ثيابه نظيفة هذا الذي لا يسألك هو الذي يستحق العطاء هو لا يسألك إذاً ابحث عنه أنت قد يتوهم متوهم أنه لمجرد ما أخرج هذا المال ودفعه لأي إنسان أدى الواجب، لا لا تؤدي الواجب إلا إذا وضعت هذا المال عند من يستحقه، والذي يستحقه لا يسألك الذي يستحقه يتعفف عن السؤال الذي يستحقه يتجمل لا تظنه فقيراً هذا الذي يستحق الزكاة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافة أيها الإخوة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين معنى جديد، ينفقون في السراء والضراء الإنسان في البحبوحة ينفق لكن في أبطال من المؤمنين وهو في ضائقة ينفق ينفقون في السراء والضراء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وهناك من ينفق رئاء الناس يعني إذا كان بحفل كبير وفي إعلام يدفع أما له قريب يموت من الجوع إن أعطاه لا يعلن به أحد يحجم عن عمل صالح غير معلن ويعمل أعمالاً صالحة معلناً بها عن إحسانه وعن سخائه الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً أما الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون أيها الإخوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لذلك ما نقص مال من صدقة والله القصص التي سمعتها حول هذه الآية لا تعد ولا تحصى أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أيها الأخوة، نشرة أصدرتها إدارة الإفتاء العام في بلدنا الطيب تقول نصاب الذهب اليوم مئة ألف ليرة يعني تجب عليك الزكاة بنصاب الذهب بدءاً من مئة ألف ليرة وأما نصاب الفضة فهو سبعة عشر ألف ليرة والعلماء يرجحون أن تعتمد أحد النقدين الذهب والفضة واختر النقد الذي يعد لصالح الفقير إذا اعتمدت الذهب مقبول إذا اعتمدت الفضة جيد جداً ممتاز لك أن تعتمد نصاب الذهب مئة ألف ما فوق ولك أن تعتمد نصاب الفضة نصاب الذهب مئة ألف ليرة ونصاب الفضة سبعة عشر ألف ليرة أما صدقة الفطر فحدها الأدنى مئة ليرة تجب على أي مسلم صام رمضان تجب عليه صغيراً وكبيراً حراً وعبداً غنياً وفقيراً هي طعمة للفقير وطهرة للصائم أراد الله أن يذوق جميع الناس فقرائهم وأغنيائهم طعم الإنفاق فأوجب زكاة الفطر لا يرفع صيام الصائم إلا بأداء زكاة الفطر وتنتهي مع صلاة العيد فلذلك يمكن أن تدفع من أول رمضان أو في أي وقت من رمضان مقدارها مئة ليرة هذا حدها الأدنى أدنى من مئة ليرة ما في صدقة الفطر وحدها الأقصى لا حدود له فدية الصوم أيضاً مئة ليرة عن كل يوم كفارة اليمين مئة ليرة عن كل يوم نعم لكل مسكين هذه الحدود الدنيا أما القصوى لينفق ذو ساعة من ساعة أيها الأخوة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم تطهر المال من تعلق حق الغير به تطهر الغنية من الشح تطهر الفقيرة من الحقد تزكي المال، تزكي الغني، تزكي الفقير الفقير تنمو نفسه يشعر بقيمته في مجتمعه والغني يرى أنه رسم البسمة على وجوه من حوله فصار من حوله حراساً له وليس أعداءاً تنمو نفس الغني وتنمو نفس الفقير وينمو المال إما بقوانين طبيعية أو بالعناء الإلهي المباشرة تطهر الفقير من الحقد والغني من الشح تطهر المال من تعلق حق الغير به والأولى أن تؤدى الزكاة في رمضان